ايه رأي حضرتك تحقق ارباح فقط منك بتعمل تصاميم بازل لعب الطفولة بتاعتنا اللي كلنا عارفينها والباح تتعدى المية والميتين لحد الالف دولار كمان من الاستراتيجية بتاعت حلقة النهاردة للمبتدئين تماما ومنجل اي راسم مال اطلاقا كوبية شايك وحضرتك في البيت هتشتغل وتطبق نفس الخطوات وربنا هيكلمك اخر القنام ان شاء الله بعد حلقة النهاردة كل اللي طلبوا من حضرتك تركيزك اهتمامك بالمحتوى اللي هدموا لك في الحلقة النهاردة عشان توصل وتحقق افضل نتيجة ممكنة يلا بنا نبدأ اول حاجة حضرتك هتعملها في سبيل انك تحصل على تصميم كويس جدا تحطه على البازل بتاعتك انك بتيجي على موقع ليونالدو الضت اي اي وهو موقع زكاء استماعي زي ما احنا متعودين فكرة تانية وهو المنافس الاقوى واي صورة من الصور دين فان حضرتك عادي جدا تفتحها بالشكل ده وان ان انت تنزلها بشكل مجاني تماما على الجهاز بتاع حضرتك والحضرتك اللي بتعمل الصورة بنفسك من على الشمال وتحط اللي حضرتك عاوزه هنا بعد كده بتعمل فبالتالي دي اهم خطوة عشان نبتدي ان احنا نجهز الصورة بتاعتنا اللي هتبتدي تتحط على البازل كل اللي عليك انك يجي تختار الف اربع وعشرين في الف اربع وعشرين بعد كده هتبتدي تحط اللي في دماغك لو انت حابب وهندوس وهنشوف مع معد التصميم انا هعمله مع حضرتك دلوقتي وهنبتدي نشتغل به طيب عمل لنا صور بالشكل اللي حقيق شايفه ده كل اللي عليك دلوقتي انك تختار صورة زي كده من اللي هو عملها لك وتبتدي ان انت مره تعمل ده ونفيش فيها اي مشكلة تدوس عليها بالشكل ده وننزلها على الجهاز بتاعنا عاوزك بعد كده تروح على موقع اسمه آآ جي بي جي ده هو بيحسن الصورة وبيكبرها يخلي كواليتي بتاعتها احسن هيبتدي ان هو يرفع عليك بالشكل ده بعد كده بتدوس بعد كده بتقول له خليها اربعة اكس اللي هو تكبير الصورة والتحسين بتاعها بعد كده هتقول له هتخليها لو بعد كده تقول له اوكي بعد ما خلص بتطيل ان انت تنزل الصورة مرة تانية على الجهاز بتاع حضرتك بالشكل ده وتطيلها على الكمبيوتر بتاعك او مبين بتاعك هنيجي نفتحها مع بعض هنلاقي ان هي محتفظة بنفس القوالية بتاعتها والمساحة بتاعتها كبيرت بدل ما هي كانت تقريبا نص ميجا بقت اتنين ميجا تقريبا او ميجا بتمانين كيلو بيت وده المطلوب جميل جدا بعد كده بنروح للموقع اللي هنبتدي نربح من خلاله وهو موقع برينت فاي وموقع برينت فاي بيوفى لنا منتجات كتيرة جدا واقفار كتيرة جدا ممكن نربح من خلالها وانا كنت عملت فيديو قبل كده ازاي تربح من برينت فاي عن طريق اتباع عند الطلب من تصميم التشيرتات او ان احنا نرفع تصميم بتاعتنا على التشيرتات نقدر ان احنا نربح من خلالها هتلاقيني يسايف لك لينك الحلقة دي في اه الصندوق الوصف تحت وكمان هتظهر لك في علامة الايفو هتأكد انك تتفرج على الحلقة دي لان فيها طريقة التسجيل في الموقع وازاي بتسحب ارباحك وازاي بتشتغل على الموقع ككل بشكل عام ولكن في حلقة النهاردة احنا بنشوف مع بعض ازاي ان احنا نعمل البازل بتاعتنا على برينت فاي وازاي ان احنا نربح من خلالها طيب اول حاجة هتعملها ان حضرتك هتدوس على كاترك بالشكل ده بعد كده هنفتح في تابة جديدة كده في التابة دي هتبتدل ان حضرتك تبحث عن كلمة اسمها بازل عشان تبتدل ان حضرتك تصمم عليها او ترفع التصميم بتاعك على البازل وتبتدل ان حضرتك تربح من ورا. طبعا دي كلها اشكال لينفع ان حضرتك تبتدل ان انت ترفع التصميم بتاعك عليها. انا اللي شايفه اا كويس بالنسباني كبداية هو التصميم البسيط ده لانه هو بيعرض على طول البازل بالتصميم اللي انت بترفعه بدل ما هي تبقى على اه وش ده مسلا كده وخلاص لا انا اريد التصميم بتاعي يبقى ظاهر على طول اه في الوش كده فنختاري الاختيار ده تمام زي ما حالك شايف ده كده الشكل بتاع البازل العادي من غير اي تصميم عليه طبعا هي بتتكون من مية وعشرة قطعة وفين بنتين اتن وخمسين قطعة وخمسمية وعشين لحد الف والبعتاشر قطعة طيب كل اللي هتعمل من حضرتك هتنزل تحت ودوس ديزاين جميل جدا طيب بعد كده هتعمل ايه هتفين ان انت ترفع التصميم بتاعك حضرتك شغال من على الموبايل او كمبيوتر طبق نفس الخطوات معايا نفيش اي مشكلة هتدى ان هو ارفع الدزاين بتاعنا بالشكل ده طبعا عاوز اوضح كمان ان بالنسبة للفائزين بتوع المسابقة الاسبوعية السابقة هبتدي ان انا اه احط البوست بتاعهم على التليجرام ان شاء الله الساعة 12 مساء هيكون البوست بالفائزين اه كمان هيكون فيه مسابقة اسبوعية جديدة للي حابب ان هو يشترك معنا فيها وكمبيوتر تبقى مية دولار هتقدم عشر اه فائزين بحلول الجمعة القادمة وده مسابقة الاسبوعية الجديدة للي حابب يشترك لقطة المسابقة بسيطة انك بتعمل لايك للحلقة على اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وانك بتجاوب على سؤال الحلقة اللي هبتدي رقعت ولكن فيه تركية هنا ان طبعا الصورة مش مانية البوكس او الديمينشنز بتاعة البوكس الابيض ليه لان هو بيقول لك هنا هو عاوزها تبقى تلاتة لافمية وخمسين في الفين خمسمية وخمسين كل اللي هنعمله ببساطة ان احنا هنروح على موقع كانفا ونعمل كده تعمل بعد كده تعمل بعد كده تحط المقاس اللي هو طلبه من حضرتك طبعا انا عملت الخطوة دي مردتش ان انا اعديها عشان بس الناس لو وقفت معا المشكلة دي ما تقولش مبارك ما قلناش او ان هي تبتدي ان هي تسأل في التعليقات فانا اقول لحضرتك على هيواجهك وزي تصلحه طبعا احطينا المقاس اللي هو طلبه مني بعد كده عملت كده نيو ديزاين هبتدي ان انا ارفع تاني هنا على كانفا التصميم اللي احنا عملناه في ليوناردو تمام فدي حاجة مهمة هبتدي ان انا اروح اجيبه كده اسحبه وحطه في الجنب الشمال كده تمام بعد كده هعلم عليه وابتدي ان انا ايه اعمل فيت للصورة بتاعتي على المقاس الابيض كله بالشكل ده جامل جدا بعد كده فايل دول لود طبعا انا ماشي اهم معك خطوات تهلة وبسيطة عشان انا اعرف ان حضرتك في الغالب مبتدئ ونفسك تكسب من على الانترنت فاتبع نفس الخطوات وربنا هيكلمك ان شاء الله هنعمل دول لود عادي جدا على الجهاز بتاعنا وابرضو سواء كمبيوتر او الموبايل قلبة ليه اصدار موبايل اصلا ممكن ان حضرتك تشتغل عليم فيش اي مشكلة هنرجع تاني للبريمتفاي ونجرب ان احنا ناخد تصميم تاني غير التصميم ده اللوح احنا زبطناه في قلبة ايتدي ان او ارفع معنا مرة تانية جميل جدا بعد ما اتحطت معنا السورة وفردت على المربع بشكل كامل دقيق حاجة ممتازة وصحيحة جدا لاحز كمان ان احنا هنا على الازدار بتاع 110 قطعة بس او البازل اللي مكونة من 110 قطعة نصيحة مني هتبتد ان انت تدوس على بروزكت فيたいاندس بالشكلهء واقول له اختلي اخلي التصميم بتاعي على كل البازل اللي مكونة من 110 قطعة لحد 1014 قطع دوا اللي يديك فرصة الربح في شكل افضل بكتير ان انت تتخلي التصميم بتاعك على عدد محدود جدا من القطعة بتاعت البازل وحددوس ابديل ستلاقي ان التصميم بتاعكயب اتبقى متاح على كل القطع المتوفرة دي البازل طيب جميل جدا احنا كده خلاص زبطنا الصورة بتاعتنا زبطنا المقاسات اه بتاعتنا هنبتدي ان احنا نعمل ونخش على الخطوة اللي بعد كده جميل جدا هو طبعا هنا جايب لك العميل لما هيجي بص على البازل بتاعتك هيشوف الاشكال اللي حضرتك شايفها طبعا هيشوف الكلام ده كله هيشوفها اه بالشكل ده كله لو كبرنا طبعا حاجة احترافية وشيك وشغل من البيت وحضرتك هاد كوباية الشاي واحد شغال من يوفيش فيها اي مشكلة زي ما انت شايف ده غلاف البازل من بره شكله جميل جدا وبيقول لك جيد قطع بتاعتها هي يعني حاجة جميلة جدا واحترافية جدا كمان جايب لك ان هي متوفرة المية وعشرة قطعة مثل اتنين وخمسين قطعة لحد الالف واربعتاشر قطعة حاجة طبعا جميلة جدا طيب هتيجي هنا بعد كده عندك اختيارين ان انت تغير او تعمل تعديل في العنوان بتاع التصميم بتاعك او ان انت تسيبه زي ما هو هو والوصف انا بالنسبة للوصف بتاعي اه ممكن اعدي عليه حاجة بسيطة ولكن التايتل ممكن بس تحط هنا اسم التصميم بتاعك اللي هو الارنب مثلا او العصفورة او اي ان كان التصميم انت تحطه تحطه بس قبل الكلمة بتاعت بازل دي وتسيب الكلام ده زي ما هو فخليني ازبطها واكون معاك مرة تانية طيب زي ما حضرتك شايف ما هي انا حطيت خلاص اسم التصميم بتاعي تمام قبل كلمة بازل زي ما وضحت لحضرتك كمان سيبت الوصف زي ما هو ولكن التركية الحلوة اللي ممكن كمان حضرتك تعملها انك تعمل اضافة او مقاسات البازل دي مع الوصف لو دوسنا كده هيفيد يقول لك والله المية وعشرة قطع المقاس بتاعها اه بالويتس يعني قد كزا والمتين دي 52 قطع قد كزا ممكن تخليها كمال بالسنتيمتر لو دوست مترك هيقول له والله بالسنتيمتر هي مقاسة 25 سنتي مثلا 34 سنتي فدي حاجة جميلة لو طلعنا فوق بتلاقي ان الوصف مكتوب اهو ادي الوصف مكتوب والتيبل مكتوب في المقاسات ودي حاجة احترافية مهمة جدا انك تعمل اخليك لو سمحت بتطبق نفس الخطوات اللي انا بعملها عشان تحقق افضل نتيجة ممكنة طيب هنزل تحت كده طبعا هنا ده الجزء الخاص بالارباح بتاعك بص يا سيدي هنا البروفيت مارجين با او الصف اللي حديك شايفه بتاع البروفيت مارجين ده هامش الربح بتاعك بالنسبة المقاوية احنا هنا مش عاودي ان احنا نتبع سياسة ايه ان انا بقى اقل واحد اه وخلاص لان كده ممكن الناس تبصلك بسط ان حاجة رضيئة حاجة رخيصة مش مهمة اه لا حاول تبقى ماشي بفكرة الايه الوسط او ان انت تبقى اه ولا تحت خالص ولا فوق خالص اوكي فانت انسى بحاجة حسب دراستي وشغل على موقع ان انت بتخلي المارجين هنا من عشرة لعشرين يعني من عشرة في المية لعشرين في المية لان الهامش الربح بتاعك لو انت ربعين في المية هيبقى اه حوالي خمسة دولار لان القسط بتاعها اصلا هو اتناشر دولار فانت بتاعمل تقول كده تمام بعد كده هنعمل مسلا ايه بيد هنخليها زي ما اتفقنا عشرين في المية وندوس انتر ممكن كمان تعمل كده يخلي والله السعر سابت مسلا عشرين دي حاجة برضو بتردع لك انا افاهمك في القصة ماشية ازاي هيقولك والله انت لو خليتها كلها عشرين في حاجة هنا هامش الربح بتاعك هيبقى بالسالب ممكن تيجي له عادة في دي بيس وتخليها مثلا هنا ايه 30 في المية مارجين يعني انت خليتها هنا تلاتين في المية فبقى هامش الربح بتاعك عشر دولار ممكن تخليها هنا عشرين في المية بقى ستة دولار الهن كده بقت مزبوطة ما تخليش حاجة الربح بتاعك فيها elve أوي يعني دايما زي ما قلت لك خلي مسلا دي عشرين او مسلا نخليها خمستاشر زي ما اتفقنا. دولار خمستاشر. تمام? فانت تقعد ترع في الحاجات دي من عشر للخمستاشر انا شايف ان همش الربح على القطع او المبيع الوحدة حاجة ممتازة جدا. مسلا حاجة ازي كده لقيتها قليلة? لأ زبطها خليها عشرين. هي بقى همش الربح بتاعك بقى ايه? ستة دولار. عندك من واحد دولار لحد عشرة دولار حتى ربح. دي حاجة ممتازة جدا. ده مبلغ فيه. ده ممكن تخليه مسلا هنا تلاتين في المية همش الربح جميل جدا. عندك دلوقتي تلاتة دولار من مكسب في العدد القطع دي. فدي حاجة كويسة. ولكن ما تزدش قوي ولا تقل قوي. اوكي? فدي حاجة برضو الليها في الحزبان. هتنزل تحت كده فارس. وبعد كده حضرتك جاهز انك تعمل مبلش للدزاين بتاعك والمنتج بتاعك. وزي ما وضحت لحضرتك لازم تتفرج على الحلقة بتاعة برينتي فاي ازاي بسجل عليها. ازاي بتعمل ربط للسطور بتاعك على الموقع. كله مجاني تماما ما بتحطش اي رسمة اطلاقا. وفي الاخر مكسبك بيبقى الحمد لله مضمون جدا. انا شغل على برينتي فاي بدي فترة جبيرة جدا. وبصراحة موقع من اقوى الموقع ان ممكن حضرتك تشتغل عليها. وانت في البيت بكوبات الشاي الجميلة بتاعتك. غير انك لازم بعد الحلقات دي تتفرج اكتر على وتقلق اكتر على برينتي فاي وتطور من نفسك اكتر واكتر عشان توصل. الموضوع بياخد شوية وقت في البداية. ولكن بجد موقع يستاهل منك انك تبزل في مجهود وانك تدي له وقت كتير جدا عشان تنجح عليه. طيب هندوس بالشكل ده. تمام شباب زي ما حيك شايف بعد اما اضاف معي كده انا طبعا اختارت للحاجة اللي انا لسه عميها دلوقتي عشان بس نشتغل عليها ما تبقاش مشتت من المنتجات التانية اللي انا ارافحها على الموقع. بعد كده بنيجي نعمل آآ سي آآ آآ عشان شكل المنتج بتاعنا لما العميل بيظهر له بيبقى عامل ازاي. طبعا حاجة احترافية جدا. بتلاقي ان العميل بيقدر يشوف كل الصور دي. يعني بص معايا كده. البازل ازاي بتاعتنا بتاعت ايام التفولة الجميلة. ولكن الارباح بتاعتها في الغرب او الدول الاوروبية مهم جدا البازل للطفل لانه بينمي الزكاء بتاعه بينمي مهارات الابداع عنه وبيبتد ان هو يتعرف على اشكال جديدة ومعلومات جديدة فطبعا بالنسبة لهم الموضوع ده مهم جدا وتقدر تعمل ابحاثك الخاصة انا مش عايزة نطول الفيديو هتلاقي ان المبيعات بتاعت البازلز كبيرة جدا ورهيبة جدا يعني انت ادخل على ادسي ادخل على ادخل على امازون ادخل على اي حاجة انت عاوزها هتلاقي المبيعات بتاعت الفكرة دي مجبرة جدا بيساعدك فيها بشكل كويس جدا. فطبعا عندك هنا ده اول آآ مقاس فيهم خالص اللي هو المية وعشرة قطعة بتمانية دولار تمانية وسبعين سنت لو حد اختار حتى الالف واربعتاشر قطعة هتلاقي ان هي كبرت بواحد وثلاثين دولار واحد وسبعين سنت ممكن تلاقي مثلا الخمسمية آآ وعشرين تقريبا بسبعتاشر وهكذا يعني انت بتلاقي ان المقاسات بتختلف فيها الاسعار ودي حاجة انت فهمت ارباحك فيها لما كنا بنحط هامش الربح طيب دلوقتي آآ ناقص جزئية مهمة ازاي ان انا برضو اعمل تسويق للدزاين بتاعي على البازل دي وابتدي ان انا اجيب ترافيك او جمهور يشتري البازل بتاعتي لو اعجب بيها وحبها ده اللي انت هتشوفه معي دلوقتي ولكن قبل ما نخش الجزئية دي دوقتي سؤال الحلال اللي حاببت بيشترك في المسابق الاسبوعية بتاعتنا اللي قمتها مية دولار هتقدم عشر اشخاص بحلول الجامعة القادمة ان شاء الله وبأكد مرة تانية لازم تكون متابعيني على التليجرام تحديدا لان التليجرام هو اللي بنزل عليه قول جديد اول باول تزامنا مع القناتنا على اليوتيوب فتأكد انك تتباني هناك بنزل الفائزين وبنزل الفيديوهات الجديدة كلها في نفس اللحظة اللي بتنزل على اليوتيوب فلازم تكون موجودة على التليجرام وعندك الفيسبوك والواتساب سيب لك الانكارب بتاعته في صندوق الوصف وفي التعليق المسبق يلا بينا نترح سؤال للحلقة سؤال الحلقة بيقول من هو اول من عرف ان سرعة الضوء اكبر من سرعة الصوت كل اللي عليك انك بتجاوب السؤال في التعليقات تحت عشان تكون مؤهد بالجهزة الاسبوعية كمان ما تنساش تتابعني على الفيسبوك والتليجرام والواتساب واللايك والشير مهمين جدا عشان تفيد غيرك يلا بينا نكمل الحلقة طيب عشان تنفيذ ان انت تجيب تلافك للدزاين بتاعك او التصميم بتاعك على حالة كل اللي عليك انك تجيب على بنت بعد كده بتلفع صورة من التصميم من اللي حضرتك عامله خلينا اقلب لك كده انا جايب الصورة دي من نزلتها عادي جدا بعد كده حطيت العنوان برضو من نفسه زي ما انت شايف ده العنوان اهو خدته زي ما هو حطيته بعد كده الوصف برضو برجع انزل تحت كده بجيب الوصف بتاعي من هنا وبتدي احطه بعد كده اللينك بتاع التصميم بتاعي لو رجع ان اولا بتاخد من فوق كده وترجع تحطه في خانة اللينك بعد كده بتختار بتاعتك تامي البورد ليها وعلاقة بالبازلز مثلا بعد كده الكلمات المفتاحية انا حاطت بازل بيسيز وبازل جيمز بعد كده بعمل بابلش عادي جدا على بنت ولو دوست فيو بالشكل ده هتلاقي البوست بتاع حضرتك ظاهر بالشكل اللي حضرتك شايفه ده حاجة جميلة جدا وبسيطة جدا اي حد هيدوس على دينك بتاعك على يبتدي ان هو يروح على الدستور بتاعك ويشوف التصميم اللي عاجبه ويبتدي ان هو يشتريه بكل المأسات اللي هو عاوزها طيب فيها كمان طريقة تانية ان انت تروح على كويتر تامي للانوان تامي للوصف بعد كده تكتب جيت اتناو فور ليميتد طيب وتحط سأل المنتج من غير الضريبة بعد كده بتحط الكلمات المفتاحية وتحط الصور بتاعتك من الاختيار ده تلفع صور والتصميم بتاعتك على ترفعها بالشكل ده بعد كده بتقول وطبعا الكلمات المفتاحية بتخلي الناس توصل عادي جدا للبوست بتاع حضرتك وبكده تكون حضرتك حققت المعادلة الصعبة زي ان انت تجيب ترافيك لو حابب تقول بيبقى ليه جمهوره وبيبقى ليه ناس اللي بتدور عليه ولكن لاي مبتدئ دي مهم جدا تامي من الخطوات دي عشان تحقق ارباح ممتزة جدا يارب تكون الفكرة وسط ويارب تكون استفدت من المعلومات اللي قد انتهارك في الحلقة النهاردة لكده اقول وصلت بالنهاية اي حد مش فاهم اي حاجة انا تحت امرك في التعليقات تحت بنود على كل الناس قبل المستطاع اه طبعا انتظروني بحلقة جديدة بكرة ان شاء الله من فكرة تانية بنكتهد ان شاء الله عشان نقدم لحضرتكم كل ما هو مفيد وكل ما هو جديد شكرا جدا لحضرتكم مرة تانية والى لقاء في حلقة جديدة من فكرة تانية اشوفكم على خير اشتركوا في القناة